حسب معرفة مصادر خاصة هذا اللقاء عندنا لأول مرة من خمس سنوات هيكون فيه سياسة إعلامية واضحة هتشمل كل الإعلام الإعلام الرسمي المسبيرو والصحافة القومية ثم الإعلام الخاص اللي احنا جزء منه بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية مصادر بتقول أيضا سيد أسامي هيكل قدم للسيد الرئيس رؤية خاصة بالإعلام في الفترة القادمة رؤية تتعلق بخطة قصيرة وخطة طويلة وفقت سيد الرئيس على ما قدمه وزير الدولة للإعلام فيما تعلق به الخطط الحالية والمستقبلية والطويلة فترة القادمة هيشهد الإعلام نقلة كبيرة فيما يتعلق به التهم الرأي العام يعني الفترة الجاية هنلاقي إعلام في نقلة إيجابية يمكن ناس فترة اللي فاتت كانوا شوية بعض الحاجات لا هتلاقوا الفترة الجاية مساحة أوسع في مجال الإعلام أيضا عرفت أيضا أنه كلام الرئيس بشكل واضح وتوجهات سيد الرئيس بشكل واضح أنه لا إقصاء لأحد لن يكون هناك أي إقصاء لأحد أنه مصر دولة كبيرة إعلام يتسع الجميع الرأي ورأي الآخر وده هيعود بالفائدة على على الناس على الرأي العام أنه سيد الرئيس أيضا أكد على دور الإعلام المصري كله بشقاي القومي والخاص في تشكيل وعي الرأي العام ومواجهة الشائعات أيضا سيد الرئيس أكد أيضا زي ما يعني هل حضراتكم بعد كده بيان الرئاسة على الحفاظ أنه الإعلام هو له الدور الأساسي في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وأيضا تعدد الأراء كما قال السيد الرئيس مهم جدا في المرحلة القادمة وأنه الناس الناس تاني تعبر عن رأيها بشكل جيد في الإعلام ويكون الإعلام متنوع أنه هيكون في الفترة القادمة هناك نقلة كبيرة في الإعلام تنعكس بالإيجابية على الرأي الرأي العام أنه أيضا كلام الواضح أيضا لوزير الدولة للإعلام للسيد أسامة هيكل هيكون فيه لنا فهمه يعني لنا فهمته هيكون هناك تنسيق ما بين وزير الدولة للإعلام مع الهيات الإعلامية المجلس الأعلى تنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للإعلام الجهات المعنية دول الأربع جهات معنيين ومسؤولين عن منظومة الإعلام في مصر هيكون هناك تنسيق ما بين وزير الدولة للإعلام الأستاذ أسامة هيكل مع لهيئات التلاتة وزين بقول لكم النهاردة اللقاء مع لقاء السيد الرئيس مع وزير الدولة الإعلام بيحدد مسؤوليات وزير الدولة للإعلام لأنه زين بقول لحضراتكم لما تم تعيين الأستاذ أسامة هيكل في هذا المنصب حصلت تنسيقلات كثيرة دور وزير الدولة الإعلام إيه؟ لا دور وزير الدولة الإعلام اللي حضراتكم بتشوفوه اللي أنا بقول لحضراتكم واللي كمان بان الرئاسة بيأكد عليه يعني هولي حالكم بعد شوية بان الرئاسة قال إيه بالضبط ولكن كمان اللي أنا فهمته من خلال واضح جدا يبقى إذن لقاء السيد الرئيس بيحدد دور ومسؤوليات ومهام وزير الدولة للإعلام إنه هو وزير زي بقول لحضراتكم معني بهذا الأمر وبالتالي هناك هيكون فيه تنسيق كبير أيضا مع المؤسسات الإعلامية أو الهيئات التلاتة وزير دولة الإعلام قدم زي مولتر حضراتكم للسيد الرئيس المرحلة القادمة خطة أو السياسة الإعلامية القادمة إيه؟ الإعلام فترة قادمة دوره إيه؟ ووفق السيد الرئيس زي مولتر حضراتكم على هذا الكلام وعلى هذا السياسة التي تقدم بها وزير الدولة للإعلام للسيد الرئيس عبد الفتاح الزيسي النهاردة فإذا نحن دخلين على مرحلة أعتقد إن شاء الله إن شاء الله مش أعتقد هي هتبقى كده إن شاء الله مرحلة إيجابية في الإعلام آراء متنوعة في الإعلام موضوع مش هيكون زي من قول كده صوت واحد لا هيكون فيه كل الأراء ولكن أيضا بمنتهى المهنية والمصداقية والموضوعية يعني تكون الأراء موجودة ولكن تاني المصداقية والمهنية والموضوعية لأنه في الآخر هذا هو دور الإعلام مع كمان إنه الإعلام كمان يكون فيه تنسيق ما بين المؤسسات المختلفة لي أيضا زي من قول كده إعلام حرفي الإعلام الحرفي اللي هو عندنا قضايا عندنا تحديات هذه قضايا تحديات مسؤولية الإعلام يتصدى ويواجه ويتحمل مسؤولية حقيقية مسؤولية يقوم بها الإعلام المصري في مواجهة دعاوة الإرهاب دعوات الإرهاب في مواجهة الإعلام الممول الإعلام الدعم للإرهاب والإعلام الذي يدعو لتحريض والإعلام الذي يأتي من الخارج وربما البعض الموجودين فيها الداخل ولكن بعض اللي هم بيكتبوا فيها الداخل على صفحات أو من خلال مواقع اللي هم ينتموا لهذه الشلة الموجودة فيها الخارج الرئاسة أكدت كمان فيها البيان تبقى لي السفير بسام راضي